اشتركوا في القناة الجزائري الشاب عقيل اللي برعف هاد النمط الموسيقي قبل الوفاة المأساوية صبرات الفنانة الشابة خولة مجاهيد خرجت برنامج اكتشاف المواهب دوفويس اغنيتها جديدة الويكاند على قناتها الرسمية على موقع يوتيوب بعد النجاح لحقة اغنيتها السابقة انا ماشي بيرفكت وخط عرضات لانتقادات من لغنات درتيليا الطيارة اسماء المنور مصيرة درطيارة المنتقدها باصدار سينجل جديد مشابه بعنوان ماشي رجولة طرحات مجموعة عمل غناء جديد بعنوان اجي الله بعد النجاح الواسع لاغنيتها حكليلي نيفي واستغلت المجموعة الغنائية الجدل اللي خلقوا الحارق في اعلى بناية توين سانتر للترويج لاغنيتها طرحات زينب اسامة سينجل جديد باللهجة المصرية بعنوان ازمة ثقة وهي الاغنية الثانية باللهجة المصرية من بعد سينجل ما اقدر شاعيش اللي تصور على طريقة الفيديو كليب واللي لقى انتقادات كثيرة من طرف متتبعيزين باسامة بعد اصدار سلما رشيد لاغنيتها ما اسعب غيابك للأسف الاغنية ما كانتش في مستوى انتظارات المتتبعين اللي شافوا ان الاغنية تكرار لاغنيات سمعني نبضك المتتبعين اللي مازال كينتظروا يسمعو سينجل بالدارجة بصوت محبوبتهم سلما رشيد انتقدت ناجا تعتبو اغنية سوناميل احمد شوقي اغنية سنتيحة للدودية وقالت ان مثل هذه الاغنية وصمت عار على الفن المغربي كاتب كلمة صنامي ما تأخرش في الرد وجاوب ناجا تعتبو احتجفو كالناس في البحر مع منتوف تشعر ماشي شعر المهم من هاد شي خاص رقابة على بعض الاغنية قبل ما تدير البوز وتساهم في انتشار الرداء هاد الشباب دبلوا لو تختاروا شي كلمة كيف ما بغت تكون تديروا بها البوز وما كنسوا بانهم راتي يحطوا واحد وصمت عار على الفن المغربي وعلى الكلام المغربي حاذ خريج برنامج اكتشاف المواهب ستار اكاديمي المغربي ايهاب امير بجائزة تشجيع المسابقات ميماء وورد لسنة 2016 وشهدات المسابقات العالمية ميماء وورد منافسة قوية بين نجوم الصف الاول وخريجي برامج الهوات تعرضت دنيا بطازوت الجملة من الانتقادات على مواقع التواصل الاجتماعي من بعد اعتقال خولة لهرسات الدنيا نفها في المقاطعة بسبب عدم احترام دنيا الصف مجموع من الفنانين دلوا بتصريحات حول الموضوع نعم الحلو قال يجب ان نحترم كلمة القضاء فان كانت دنيا بريئة سوف نساندها وان كانت مدنبة فيجب ان تتحمل مسؤوليتها كأي فرض من افراد الشعب وان لا يكون الفن والشهرة شماعة وحصانة ويبقى الفن كما قلت عزة واخلاق قبل الموهبة ويبقى الصلح الخير اما نجاة الرجوي فقالت انا بقيت فيها دنيا وبقيت فيها خولة لانهم حطوا رسهم في مشكل كبير الاولى في المستشفى تعاني والاخرى في السيجن تعاني اما عبد الفتاح جوادي فقال ان دنيا متكبرى وسبق لي هادف لاتعليه اما فاطمة الافريقي فجت في صف دنيا وقال ما تتعرض له دنيا الفنانة دنيا بطازوت من تجريح او من تجاهل من بعض الفنانين صادم ومحزن جدا فيلم الاكشن والاطارة انتهى بالصلح ما بين الطرفين احنا في انتظار انتقاداتكم تشجاعتكم اقتراحتكم على الموقع الالكتروني زومسات بوان تيفي نتلاقوا في الحلقة الجاية الى اللقاء